السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الحرشات اللي كي يجيوا رائعين بزاف ساهلين واقتصاديين وكي وجدون في الحين شوفوا معايا كيفش كي يجيوا من داخل وكي يجيوا رطبين وكي يجي واحد مدق فيهم ان شي حاجة اللي هي مختلفة تماما غادي تحمقوا عليهم وكذلك وليدتكم غادي يحمقوا عليهم كيف محمقوا عليهم ديالي صراحة آآ جاو شي حاجة خطيرة يعني شي حاجة اللي مبدلة تماما على الحرشة العادية اللي كنعملوها دائما بالمضاق ديال الكراميل والفرميسيل شفتوه كيفش كي يجيوا الشكل ديالهم كي يجي شي حاجة مختلفة تماما سابع معي الفيديو من الاولة الاخير لنجاح الوصفة المكونات بسيطة لكن ضروري يخصكم تشوفوا طريقة بالضبط لأول مرة كيشوفوا القناة ما تنسوش تتركوا في القناة فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد بسم الله على بركة الله غادي مدعو في المقادير غادي نحتاجوا حبة بيض واحدة بالنسبة للسكر غادي نعمل جوج معالق غير مملوئين كيما كتشوفوا يعني معالق من سوحين ديال السكر سنيدة اللي كيبغيها تكون نقصة شوية الحلوة ممكن انكم تعملوا مع علقة فقط غادي نضيفو كذلك الساشي ديال فاني كيعطيها واحد المدق كيما قد لكم يعني شي حاجة اللي هي مختلفة تماما غادي نخلط مزيان هاد ببيطة والسكر يعني ببيطة والسكر غادي نضيف ليهم كيما كتشوفو نص كس ديال زيت المائدة نفس الكاس هو اللي غادي نعبار به جميع المكونات صفي غادي نخلطه مزيان ومن بعد غادي نزيدو نص كس ديال حليب ما يعادل مية مليلي لتر ممكن انكم تعودوا هاد الكاس نص كس ديال حليب لعلبة ديال الياغورت من فئة مية وعشرة جرام لكم الاختيار بالنسبة للسميدة كيما كتشوفو السميدة ديال الحرشة هي هادئة او البسبوسة كيما كتشوفو الحباس ديالة كل كاس كيوزن مية وخمسة وعشرين جرام غادي نضيف الكاس الاول وانا غادي نقول لكم في الاخير الكيمية اللي دخلت لي فيها لحسب الكيمية ديال السوائل يستعمل تونتو ما ولحسب الحجم ديال ببيطة واش كبيرة واش صغيرة غادي نضيف كداليك الكاس الثاني بالنسبة للخميرة غادي نضيف عشرة جرام يعني غادي نعمله صشية حامرة اللي كتكون فيها تنية جرام وغادي نزيدوه واحد درس معادقة صغيرة ديالخميرة سوف نحايد هذا الطراب اليدوي و سوف نخدم بيدتي و سوف نتحكم فيها لان الحرشة كما كنا عرفوا ليس ضروري انها تدلق او لا تتعجن سوف هنا غير باش كتعرف القوام دياله وهنا زيت واحد نص كاس ديال السميدة عمرته و خليته حدايا و مرة مرة كنزيد علي حاسب القوام دياله مخصاش يتكون في فبزاف و مخصاش تكون قصحة و هنا في هذه المرحلة هذي انا كنت ضفت السشي ديال فلان كراميل انا غد نوريكم في الاخير ما تصورش معايا هذيك المقطع كيبقى اختياري ممكن تضيفوه ممكن لا و كذلك بالنسبة هذي الفيرميسيل الشعرية عملت مع القاة كبيرة هتا هي كتبقى اختيارية ولكن هاد الجوج كيعطي واحد انكها مختلفة تماما و ممكن تستغنو عليها يعني انا بعض المرات بلما كان اعمل ذكر الكراميل كان اعمل مثلا غير فيرميسيل و يعطيها نكها صراحة مختلفة تماما كما قلت لكم صافي بالنسبة للسميدة انا زيت 4 كاس يعني عملت جوج كيسان يعني جوج كيسان كيوازي و 250 جرام بجوج وهنا زيت 4 كاس ديال السميدة كما قلت لكم كل كاس كيوازي 125 جرام يعني العملية سهلة صافي هنا يا غادي نخليها ترتاح و كيما اشتو هاده هو الفلان اللي استعملت انا العلبة الصغيرة اللي كتكون فيها جوج فاصلة 5 جرام انا غادي نتأكد من القيس دياله و نخليها لكم صندوق الوصف بالنسبة للحرشة خليتها ترتاح ضروري تخليها تشرب شوية خليتها 1-3 دقايق و من بعد رجعت كما كتشوفوا هدا هو القاوم دياله ما كتكون شي خفيفة و ما كتكون شي قاسحة هنا غادي نشكل منك ويرات لحسب انتوما الحجم اللي بغيتو بغيتوهم كبارين بغيتوهم صغارين بالنسبة لي لي انا عملتوهم توسطين و في نص الوقت كي مشتو معايا تبارك الله كي يجيوا كبارين لان فيهم الخميرة بقي كي تضعف الحجم ديالهم في الفلان و كي يعملون كبارين يعني في حالك يتبعو في المحلات لكم الاختيار jekة صفي كما كتشوفو انا غادي نعمل هنا واحد الكيمي ي氣 و هنا هاد غادي نزиях باش نفندهم في ميدا... و انتو ممكن انكم تكوروهم كاملين و و اضفندهم في السميداء بالنسبة للفران حتى هو مهم مهم بزاف بزاف طريقة انتو مكتشوفوا معايا التريقة ره سهلة بالنسبة لتشكيل ديالهم saw AWS جايتaci Centers Mark Tedуб for Health و animals can't hide the A to righteousness شوفوا معايا انا كيفاش كنعمل وفي الاخير كنحيبها carroشة تفايد كما كتشوفو كنحاولو نقدوها بسطوها غي شوية شوية ماشي بزف لانا اللي بسطوها بزف ما غديش تعطيكم ديك تشقوقات يعني ما اللي كتكوروها كتحاولو انكم تقدوها في الجواني بصافي كتبسطو عليها شوية هنا حاولت انني ما نزربش الفيديو باش شوفوا الطريقة كيفاش كنخدم طريقة سهلة وكي وجدو دغية يعني في اخر ساعة كما قدو لكم تغديت وجدوهم بالنسبة لفاد المرحلة هادي انا فاد المرحلة انا كنوجدهم والفران عني كي سخون على اعلى درجة في الاول الفران كيكون اعلى درجة سواء ميتين وعشرين او ميتين وخمسين درجة اللي حسب كل وحدة والفران دياله درجة الحرارة دياله اللي كتكون عندها عالية بزف المواين في الاول غديتعملو اعلى درجة يعني حاولوا تركزهم زيان في طريقة ديال الطهو ديالهم يعني بالنسبة الاخوات كيني بزف اللي كيبقوا يزربوا الفيديو وفي الاخير كيرجعوا واش الفران سخون واش الفران اش من درجة الحرارة يعني كنحاول اعطيكم بالتفاصيل وبالضيطي صفي هنا بعد مساعدات كيما اقول لكم فران عندي سخون ميتين وخمسين درجة افوا غدي ندخلهم غدي نقص درجة الحرارة متوسطة يعني النار كتكون سخونة غي في الاول فقط وكل واحدة وطريقة ديال طيب دياله انا كنعطيكم الطريقة اللي كنطيب فيها لحسب الفران ديالي من اللي كندخلهم في الواسط كيما قد نقصوا درجة الحرارة ل180 درجة وهذا هو الشكل ديالهم ما بين 15 دقيقة احتلل 18 دقيقة كما قلت لكم حسب كل واحدة وفران دياله هنا بعد ما خرجتم الفران هنا الاضاءة شوية كانت عندي عيانة بدلت المكان كيفما دائما هذا في اخر مرحة كتكون عندي شوية الاضاءة في المطبخ شوية كتكون مختلفة كان بدل المكان باش كنعطيكم الاضاءة الحقيقية واللون وكما كتشوفو كتجي غزالة بزاف مع انك هاد الكراميل وهاد الفرميسيل كما قلت لكم يعني شي حاجة اللي مختلفة تماما على الحرشات اللي عاديين تقدروا تاكلهم كيفما هما يعني مضيفولهم حتى اضافات شوفوا معايا كيفاش كيجيو رطب وكيجيو هشاش كنتمنى انكم تجربوهم وتبرتجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم اذا عجبكم الفيديو كنت سننا تطبيقات ديالكم كيفما دائما على الانستغرام او على الفيسبوك انا غادي نخليكم كذلك رابط ديالهم في صندوق الوصف يعني تحت العنوان او ممكن انكم تدغطوا للعنوان غادي تجبروا المقادير غادي تجبروا الرابط ديال فيسبوك أو الرابط ديال انستغرام وهنا غادي اخليكم مع بعض الوصفات اللي غادي اجبروهم في اخر الفيديو يعني على شكل بطاقات غادي تدغطو عليهم غادي تدخلوا الفيديو مباشرة اولي بغا تدخل في القناة يعني بتشوف هذه المواصفات وما عندي في الأوائل ديال القناة غادي تضغطوا على اللوغو ديالقناة ومن بعد غادي تكليكيوا على فيديو وغادي يعطيكم جميع الفيديوهات اللي نزلت مؤخرا منهم هادلي مضلين لي كيك البسبوسات يعني الحاجات اللي ممكن أنكم تحتاجوهم في العشية في المساء يعني سواء في الخارجات أو في المنزل ديالكم وكذلك هادل القلاص هاداللي كنت وجدتو شي حاجة اللي هي خطيرة في المدق دياله بالماء فقط وكذلك هادلي بني بدون بيض صراحة هادلوصفات كنتمنى أنكم تجربوهم لأنه فعلا كيستحقوا التجريبة غادي نخليكم مع الفيديو إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا